عن غير الموضوع نتكلم عن حاجة تانية يمكن بتشغل العالم كله دلوقتي يشازلي وهي تغيرات المناخية اللي في الحقيقة بتاخد حيث كبير جدا من الدراسات والأبحاث على مستوى العالم في دراسة قالت مفاجأة كبيرة انه احنا لازم نقدم الساعة المناخية عشر سنوات على الاقل وده لانه العالم كله تجاوز العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار واحد ونص درجة مئوية من وقت مبكر جدا من نتكلم من عام 2010 طيب احنا عايزين نفهم معنى الكلام ده ايه بالزبط معانا على التليفون الدكتورة نوها سمير أستاذ الهندسة البيئية صباح الخير يا فن صباح النور يا اهلا بحضرتك احنا دلوقتي بنتكلم عن دراسة بتتكلم عن الساعة المناخية طيب ايه هي الساعة المناخية عشان نوضح للناس وايه هي فايداتها هو الساعة المناخية معناها ان انا توضيع الفصول نفسها الفصول نفسها تغيرت في توضيعها في صوت الربيع والخريف والصيف والشتاء في مواعيدهم للأسف نتيجة التغير في درجات الحرارة اللي حصل في سطرة السابقة بعد الثورة السراعية خلال العشر سنين اللي فاتت يعني فتوقع ان انا هيتغير بداية الفصر الربيع والصيف والشتاء وممكن في اماكن هيتكون فيها فصلين فقط وليس اربع فصول وده للدراسات المتوقعة حاليا وبالتاجي لازم ناخد اجراءات للحد من التغير ده والتغير في الساعة المناخية بتاعي يعني احنا دلوقتي بقينا فعلا بنشوف انه النصيف مثلا او الشتاء بيكمل معنا لغاية ساعات شهر خمسة هل ده نتيجة لارتفاة درجات الحرارة التغيرات الكبيرة دي الشتاء كمان بيبتدي بعد شهر 12 تقريبا هل هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم اه بالضبط هو ده وكمان فيه فصول يعني تعريبا اختفت تماما وبقى فيه فصلين فقط لغير ممكن تلاقي الشتاء والصيف فقط او تلاقي ان فيه الربيع قال فطرته الخريف قالت فطرته تماما وبالتالي ده كله ده تجيز التغير في درجات الحرارة لفترة السابقة يعني خلال العشر سنين اللي تجيز درجة الحرارة واحد ونص درجة مقوية واحنا بنحاول تقريبا يعني سنة 23 كانت اكتر عام فيه درجة حرارة وصل لواحد ونص درجة مقوية فبنحاول نحن فترة المستقبلية اللي احنا بنوصل نزبج على هذا الحد ولا يجيز عن واحد ونص درجة مقوية ايه طيب هنعمل ايه بقى دكتورة من خلال هذه الدراسة يعني انقدم الساعة المناخية اه فيه طبعا انا عندي امل كبير في تفعيل الاجراءات اللي اتخذت في كوب 28 والكرارات سواء بزياجة الطاقة الجديدة ومتجددة بالنسبة 30 سنية اه تقليل الوقود الاحصولي تجريجيا اه ممكن اه فيه اجراءات كتير قوي تميير المناخ وتميير المشروعات الخاصة بالهيدروجين الاخضر وبالطاقة اه التميير المستدام لها اه كمان تفعيل صندوق الخسائر والاضرار اللي لمصد اتفق تعليف كوب 27 وده كانت اكبر انجاز خاص بمصر في كوب 27 وتفقت الدول انها تفاهم في هذا الصندوق وتفعل اجراءات الخاصة صورا في الدول اللي هي متأثرة جدا بتغير المناخية سواء كانت في افريقيا او الشرق الاوسط وبالتالي ده ممكن يقلل من التأثير الدار للتغير المناخية خاصة المستقبلية وتغيير الساعة المناخية المتوقعة دي ممكن احنا نحد من هذا التغيير طيب احنا يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت الدول بتتعرض لفايدانات دول بتتعرض لزلازل ايه اكتر الدول يمكن عرضة للمخاطر البيئية يا فندي والله احنا شفنا في 23 كان في بلغاريا ليبيا في عواصف وفي فايدانات رسيول في كمان حصل في حرائق غابات في كندا كل الدول العالم متأثرة وطبعا اكتر هي اكتر دول متأثرة هي في افريقيا بس هي عمزة للتغير المناخية ظاهرة عالمية كل الدول متأثرة ماذا نقول في دولة متأثرة اكتر من الثانية هل الدول المتأثرة في افريقيا متأثرة بيمكن التصحر اكتر بالجفاف بالضبط بالجفاف بالسحر بتغيير بتغيير المحاطين لان طبعا بتغيير الفصول هيتغير في نمو المحاطين لفترة النمو الخاص بيها هنتشر الامراض هنتقل القوارض والافات من المنطقة اللي هي درجة حرارة فيها لأقل درجة حرارة هيحصل مشكلة في تروع المحاطين نفسها في النمو الخاص بيها فالتأثير على الامن الغذائي والامن المائي في دول افريقيا وعلى التصحر وعلى الجفاف ده باقينا اكتر في الدول الخاصة في افريقيا طيب احنا بقينا نشوف يا دكتور خلال السنة اللي فاتت كان فيه قفزات هائلة جدا فيه درجات الحرارة وده كان ملحوظ ومكمل كمان في هذا العام الدراسة اعتمدت اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي اعتمدت على الاسفنج البحري لمقياس درجة الحرارة ده نفهم منه يا فندم وليه تم الاعتماد عليه ولايه اكتر دليل على الاسفنج البحري هو الاسفنج البحر بيتغير لونه بيتغير الجودة بتاعته نتيجة ابتفاع درجات الحرارة هو بتأثر جدا وبالتالي ممكن ناخده هو كإنديكيتور او كمؤشر لزيادة درجات الحرارة احنا دراسة بتقول ان احنا مفتوض ما زلش خالص اكتر حاجة ممكن بيها هي درجتين او يتبق في حد اكتر وبالتالي احنا نتبعه من خلال تحاليل الخطة بلون الاسفنج البحري وتأثره ونموه بيها لانه اكتر الكائنات المتأثرة بانتفاع درجات الحرارة طب انا عندي سؤال يا فندم هل الاحتباس الحراري فعلا ظهر في ستينيات القرن التاسع عشر يعني هل ابتدى المشكلة دي تظهر من ستينيات القرن التاسع عشر هي ظهرت في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر في عالم وبعد فترة اللموه الصناعي خاصة في اوروبا حصل نموه مضطرب جدا ده اول ما الانسان ابتدى يستخدم الفحم وبعدين بعد كده ظهرت فيداء اكتر كمان بعد مفترة الظهار الصناعي في اوروبا اللهم حصل استغلال جائر للموالد الخاصة بالطاقة للوقود الاحفوري وبالتالي حصل انبعاثات للغازة الكربونية زالت بنسبة 50% في الاقود السابقة وبالتالي ده اثر قيدا على ظهرت التغير المناخ نشكرك دكتورة نوه سمير عميد كلية الهندسة البيئية كل شكر لك